بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ويقول عز من قائد واتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات التوبة واجبة على كل مسلم أذنب ذنبا صغيرا وكبيرا وأي مننا لم يضم نفسه ولم يذنب ونحن منهمكون في المعاصي والزلات ألهتنا الأمان والغفلة واشتغلنا عن طاعة الله بغيرها فالمسلم العاقل هو الذي يقوم نفسه ويأخذ بزمامها إلى ما فيه مرضات الله تعالى وإن جنحت نفسه يوما للوقوع في المعاصي واتباع الشهوات فليتبعها بالتوبة وليعلم أن الخالق غفور رحيم يقبل التوبة ويعفو عن السيئات لمن تاب وندم ورجع والمسلم بعد كل خطيئة ومعصية لا بد عليها أن يبادل بالتوبة والاستغفار مهما عظم الذنب أو قل مهما ابتعد عن الله عليه أن يصلح ما أفسدته جوارحه بدوام الاستغفار ولا ييأس ولا يمن فهذا طلب الله للمذنبين العاصين قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فكلما وسوس إلينا الشيطان وجرتنا أنفسنا لذنب لا بد علينا أن نعقب ذلك بالإنابة والتوبة وهذا دليل على حياة القلب وتحرق الإيمان في العبد فالله يفرح بتوبة عباده ويكفر عنهم السيئات ومن كرمه أنه يبدلها حسنات لمن حسنت توبته وهذه سنة الله في خلقه أن يذنبوا ويرجعوا فنحن بشر الضعفين مغروس والنفس والشيطان والهوى عوامل تجعلنا نخطئ مرات عديدة لكن الخطأ الكبير هو التمادي والتجاهل والتغافل عن الذنوب والمعاصي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ويقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم وإذا علمنا أن الخطأ فينا وارد فلا نستهين ولا نبرر وإنما القصد الرجوع بالتوبة والاستغفار والتوبة الصادقة هي ندم على ما فات وعزم على مجافات ما هو آت قبل فوات الأوان وحين الأجل يوم لا ينفع الندم ولله در القائل يا نفس توبي فإن الموت قد حان وعص الهوى فإن الهوى ما زال فتان ويقول لقمان الحكيم ابنه وهو يعظه يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغته والتوبة النصوح تجب ما قبلها أرغم الذنوب والآتام المرتكبة ولا يأس مؤمن ولا يقنط من رحمة الله وليعلم أن الذنب مهما عظم فالله كريم عفو غفور يقبل توبة التائبين ويفرح بعودته قال تعالى قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم والتوبة الصادقة لها شروط لا بد على التائب من تحصيلها فشروطها الإخلاص لله بأن يكون الباعت من التوبة مخافة الله تعالى ورزاء توابه ثانيا الندم على ما وقع من الذنوب والمعاصي وأن يجد في نفسه حصر ثالثا الإقلاع عن الذنب في الحال وتركه رابعا العزم على أن لا يعود إليه مهما كان الحال حامسا أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه وذلك قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الأجل لأن الله تعالى قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبتلان وهناك شرط آخر إذا كان الذنب متعلقا بحقوق العباد ورد المظالم لا بد عليه التحلل منها وإعطاء كل ذي حق حقه لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على المسامحة فهذه الشروط إذا تمت صارت التوبة نصوحا وقبلها الله تعالى وانظروا إخواني إلى كرم الله تعالى إذا تاب العبد وآمن وعمل الصالح بعد السيء يبدل الله سيئاته حسنات قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن آمين والحمد لله رب العالمين